بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن من أرقى وأسمى القيم الإنسانية والثقافات الاجتماعية قيمة صناعة المعروف هذه القيمة التي تؤسس لثقافة الموساة وتبرز فقه الشعور بالآخر وترسخ لقيم التكامل والتعاون والتراحم وحب الآخر ورفع الحرج وإزالة المشقة وصاحب المعروف هو صاحب نفس زكية تتسم بقيم البذل والسخاء والعطاء والجود والكرم وغير ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس حتى إن سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنهما وصف هذا العطاء المحمدية بقوله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ومعلوم أن الريح المرسلة تتسم بأنها سريعة ومتعاقبة وشاملة أي أنها تشمل كل ما يقابلها فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان في صناعته للمعروف من خلال صداقته أو نفقته أو إعانته لمحتاج ينبغي أن يكون سريعا لا يبطئ وينبغي أن تكون نفقاته متعاقبة وكذلك ينبغي أن تكون شاملة بمعنى أن تشمل كل من يستحق هذا المعروف أو هذه النفقة الذي يتأمل كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستخرج كنوزا منيرة لصاحب المعروف لصاحب النفقة لصاحب العطاء والجود والسخاء فصاحب المعروف يدفع عنه سيء البلاءات والتي على رأسها الأمراض نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة ثم إنه قد جاء في سير أعلام النبلاء أن رجلا قد أصابته قرحة في ركبته منذ سبع سنين وقد استخدم معها أنواع العلاج المختلفة إلا أنه لم ينفع منها شيء فذهب إلى سيدنا بن المبارك يسأله عن هذه القرحة وعن هذا السبب الذي لم ينفع من هذا العلاج شيء معه فقال له اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة الناس أي احفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء فإني أرجو أن ينبع فيه عين وأن يمسك عنك الدم فذهب الرجل ففعل ذلك وشفي بإذن الله عز وجل إذن صانع المعروف هذا يدفع عنه سيء البلاءات كما أن صانع المعروف يكشف عنه الضر كذلك يكون بمعروفه هذا المعروف سبب رئيس في الأرزاق لقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فهذا الذي يحتاج هو ضعيف هذا الذي عليه دين هو ضعيف هذا الذي يعيش عثرة ما هو ضعيف هذا الذي يحتاج إلى أن تزيل عنه حرج هو ضعيف وهكذا فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إذن صاحب المعروف يدفع عنه سيء البلاءات صاحب المعروف يكشف عنه الضر صاحب المعروف بمعروفه يكون سببا في قلب الأرزاق إليه صاحب المعروف ينال رضا الله عز وجل تتنزل عليه رحمات الحق سبحانه وتعالى بل إنه يعيش ضمانا بإذن الله عز وجل بحسن الخواتيم وهذا ما جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب المعروف يعيش في عون من الله عز وجل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال عثرة عن عاثر أقال الله عثرته إذن أنت تتقلب في عون من الله عز وجل الإنسان منا في هذه الدنيا ربما يستعين بإنسان قوي لقوته وربما يستعين بإنسان غني لغناه وثراه وربما يستعين بإنسان هو يمتلك جاها أو نفوذا إلا أننا نقول هذا الغنا قد ينقلب فقرا وهذه القوة قد تنقلب ضعفا وكذلك هذا النفوذ قد يذهب وهذا الجاه قد يذهب فإذا أردت أن تستعين فاستعن بالله سبحانه وتعالى صاحب المعروف يتقلب في هذه الاستعانة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنت تستطيع من خلال المعروف أيضا أن تأخذ ثوابا عظيما وفيرا كريما من الله عز وجل هذا إذا عددت النوايا وإذا عددت النيات انظر إلى هذا التلميذ الذي كان يجلس إلى أستاذه فبينما هو ينهل من علوم ومعارف أستاذه إذا بالباب يترق فأراد التلميذ أن يقوم بفتح الباب فأجلسه أستاذه وذهب الأستاذ وقام بفتح الباب فلما انتهى وعاد الأستاذ رأى في عين تلميذه أنه يريد أن يسأل لماذا قام الأستاذ بفتح الباب ولم أقم أنا بفتح الباب وهنا يعطي الأستاذ درسا عمليا وتطبيقا عمليا لتلميذه فقال له لماذا أردت أن تقوم بفتح الباب فقال من باب الأدب من باب التواضع أنت الأستاذ وأنا التلميذ أنا من يجب أن أقوم بفتح الباب فقال له الأستاذ أما أنا فقد جعلت في نيتي أن هناك سائلا يترق الباب فقمت حتى أعطيه وجعلت في نيتي أن هناك ملهوفا يترق الباب فقمت حتى أغيثه وجعلت في نيتي أن هناك جائعا يترق الباب فقمت حتى أطعمه وهكذا عدد النيات وقد أخذ الثواب الوفير على كل ذلك وإن كان الطارق واحدا من هؤلاء إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل صناعة المعروف ومن أهل الموساة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم